سلام سلام إذا لم ترى الحلقة اليوم لا ترى الحلقة اليوم بسم الله لنبدأ لنبدأ يقود لنا بأنه لصقني و قال لي أنه الأسبوع جاء أنا جاي فين كتسكني بشأنني نشوفك مباشرة و نعرفك على الختي والأسبوع اللي من مراها سنطلبك من عائلتك و هنا ستبدأ مرحلة واحدة أخرى من حياة يقود كما تقول و هيلي جاتني عجيبة و غريبة أنه زرب عليها بحلاكة قلت و أخي ماشي مشكلة سأعطيه فرصة جاء عندي و تلاقينا و شربنا قهيوة و لا نكدبشه لكم مباشرة لأنه كبير على العمر الذي أعطاني ولكن كنت أقول إن كانت مرر رقاراته من بعد أن يرى أخته ستتعرف على العائلة و تزوج بها و لا تضيع الوقت حيث هذه همزة زوينة ساعة تلاقينا أخذ النمر بابا و حتى انتع ماما و دوليهم و طلبني منهم ذيك الساعة من بعد قال لي أشوف يا بنت الناس يا قوت أنا سأتزوج بك و سأعطي لعنويك الحلال ماذا هو هذا الحلال أخويا؟ سأقرأ الفاتحة و سأطلبك من وليديك في المغرب و فاش سأتطلق من مرتي ندير معك عقد الزواج أنا قاعد الظروف اللي كنت عايشة وسط منها سمحات لي باش أنني ناخد قرار و نوافق على هذه الطريقة ذي الزواج اللي هي منتشرة في أوروبا و كتبقى حلال و كنت أصلا أنني كنقلب على أنني نستراسي و اللي يخرجني من ذلك السيطوات اللي كنت عايشة فيها و أخرى ماشي حلاتك فعلا غديق الطالبية و أذهب إلى المغرب لدارنا تعرف على وليديك و طلبني من عندهم و خرجت معه ماما رسميا و غديشولي الذهب و الكضوات متاع العرس و جال عندي فاش جاهزني و أدني معاه اللي مدينة فين هو تيسكن و جاب فقه و جاب ناس اللي مما كنش كنعفهم و لكن قبيل شرط عليها باش نكمل أنا ويكا يا قوت ديري الحجاب الشرعي ديارك يعني بالعبايا قلت لي وخا ما شي مشكل المهم جاب الفقه درنا الفاتحة و درت شوية ديال حنا في دي و عيت الماما و بابا و أخوتي في أبل فيديو و حضروا لي ليكا الفاتحة و هنا ما عارش وش نقدر نعود لكم شنوقع من بعد لأنه ما عارفش وش عندي شوية ديال الجرأة حيزاش المسألة صراحة شوية شخصية المهم القيتو بلي أنا وتيكذب عليها و ما عندوش نين واربعين عام و ما عندوش حتى ست واربعين عام و لكن كانت عندو واحد وخمسين عام و ما كانش كتبين عليه ماشي القضية انتع أنني مكل خاء و ما كان فهمش في الناس و لكن السيد مهلي في راسه طيب موبيلي كانت سبوختيف و هو رياضي و كان يلبس مهلي في راسه ما بينش عني ذاك السن أصلا شو غادي نقول لكم؟ كيف كتعرفو كيف شاركت معاكم من الأول أنا تزوج 8 كانت عندي 19 سنة و اطلق 8 كانت عندي 21 سنة و بقيت غالسة امورها 5 سنين و اطلق فش غادي نتزوج بواحد غادي نطلقها ضعيف جنسيا يكذب عليك الواحد يقول لك بلي أنه تقدر نجمعنا الفلوس ولا الحب لأن هذه المسألة و هذه النقطة تلعب دور كبير إلا إذا كان عندك شي هدف استغلالي مع الشخص اللي بغيت تكملي مع حياتك المهم هو كان تزوج 5 ديال مرات و اطلق 5 ديال مرات و أنا مكانش فراصي فراصي بلي أنا و تزوج غير بكورية و طلقها و عربية و طلقها أما هو صدق كي يتزوج و كي يعود المهم قلت لها أنا لماذا كدب تعلي فسين ليالك بديت كان عاتبو لأنه عرفت الحقيقة اللي صدمتني لا أنا بصراحة كيف شتك و شفت صورة ديالك لقيت فيك الإنسانة اللي أنا بغيها و كانت منها و ما بغيش نخسرك ذاك الشي علاش كدبت سمح ليا ولكن هذا راه ماشي سبب مقنع أنا اللي خاصتني نختار وش نقول آه ولا لا و ما تفردش عليا الشخصيات ديالك فعلاقة اللي ما عندكش علاقة بها حيات الصراحة أنا أخويا كنت تعرفت العمر ديالك ما كنتش غادي ندوج بيك وهذا القرار ترجع لي أنا ببعد تعصبته حاول باش أنه يهدني و يقنعني باش أنني نبقى معاه مع الوقت صراحة كانت يدير معي شي حويج لي كانوا زوانين كانت يتعامل معي كيف الأميرة و كل أصباح كنا كان فيقوه و كنا كان صلي و الفجر بزوج و كان خرجوه و كانت تقدوم مجموعين و كانت مشوه السينيما كنا عايشين غير أنا وياه الراس فا الراس و قال يختاري أنك تبدلي اللي بغيتي في الدار لأنه كان ميسور ماديا و كانت عنده الجنسية و بده ربطه موبيلته لدرجة أنه في النهار واحد سوف يسافر بيه من مدينة إلى مدينة واحد المسافة اللي كانت طويلة و شراليه كثير من العشرين تعالي العبايات و الحجابات عجبني الحال كانت يتعامل معي زوان لواحد درجة اللي كانت نكشي دي الأفلام مقينا بحال هكاك بدلنا الكوزينا بدلنا الصالون و كنا عايشين حياتنا لمدة سبع شهور دي الزواج اللي فيها تعرفت على الطاليقة الأوروبية و حتى المغربية مغربية اللي كانت يطلق منها لك شي باش مقدرناش نديروا عاقد الزواج تعرفت على أولاده اللي كانوا يجيوا عندي و كنت كان طيب ليهم القورية كانت كدولية في التليفون من بعد ما اتعقطعات العلاقات لهم أنا حاولت باش أنني نرجعها مبينتهم لأنه كين ولدات عندهم قلت أنني نصلحي علاقاتي لهم خصوصا فاش عرفت بلي أنه ندخلت للإسلام على قبله فاش تزوجت في بيه في الأول و درت معا ولدات من بعد حصلت بلي أنه و كيخونها مع هذي اللي عنده معها البنيتات و تلقت منه و تزوج بهذا العربية فذيك القورية بغت ترجع للمسيحية ديالها ولكن حيث قفلات عشرين عام و هي دير الحجاب و كل شي عرف بلي أنها سلمات فمارضاتش أنها تحيدك الحجاب قدام الجيران والعائلة و ترجع للدين ديالها هذي شي كله حيث هو و أعطاها صورة خيبة على الإسلام فهم لها بلي أنا والإسلام هو الخيانة و الرجل يدير اللي يبغى أما المرأة اللي لم يكن الحق أنها تزعزع المهم موضوع خاص بهم ولكن عموما هذي اللي كانت يدور فبقيت أنا و إياه بلينا كمشوا عن الطبيب حيث أنا أنا ذاك استعديت باش أنه نولد و كل مرة كمشي عن الطبيب كتقولي يا الطبيبة بلي أنه ما كان عندك والو خاصة غير أنك تكوني مرتاحة في عقلك جا الصيف كنا مرتاحين و كنا مفاهمين و حيث قلت باش أنا ننخدام و يكون عندي المصروف ديالي الشخصي قلت لها واحد نهار شوف أنا غادي ننود نخدم شئ سويعات نبدأ نعون بهم وليديا و نصفت لهم شئ باركة شوية ديال الفلوس و إذا خاصتني حتى أنا شي حاجة رأى فلوسين ندير بهم اللي بغيت و بطبيعة الحال قلية ما شي مشكل لقيت الميناج في واحد زوج ديال الفيلات وبقيت كمشي كان نخدم خمسة ديال الساعات في الأسبوع ما كنت تخلص صراحة شي خلاص اللي كان كبير ولكن على الأقل بقينا بحلاكك حتى جاءت لعند ناخته أختي اللي كنت تعرفت عليها فش جاء عندي و هي اللي كانت شجعت باش أنه يتزوج بي جاءت لعندنا و لقيت الضرب اللي أنا تبدلت الديكور الكوزينة كل شي ينقى و مبدل شفت ما بينه وما بينه واحد الانسجام و علاقة اللي كانت تزوجنا ومهدنا بدون تفاصيل أكثر لأنه قابلته من ناحية اللي على بلكم و كنت كان قادله المكلة دياله و الشراب دياله والعصائر دياله اللي كانوا يقدروا يعاونه وقتنعت به و وسط هذا كل تعامل دياله كانت يشفع لي على كل شي هكا أنا كنت تنفكر أيضا كنت تنفكر باش أنني ندير أسره مستقر فاشخصو شفتك تعامل مبيناتنا كيفاش داير سيدات صدمات حتى كان حصلها أنها تصدر معاه ما بينه وما بينه وكتقول لها رد بالك عندك تدير معاه العقد وخليكم غير دايري الفاتحة وخيخرج لك تلاقي ديالك ما تدير عقد ديال الزواج ورد البال أنك تجيب منها شي وليد حيث أنها كنت بقى صغيرة وزوينة وقالت لي رغير تدير الأوراق سأتسمح فيك أنا حصلت وما قلت لك شي حاجة تل واحد نهار عارفة أني كان نوت كان نخرج كنخدم هي تهزت قرعة ديالما بل عقز عليها وغادي تخويها ديالي في الأرض وتقول لي يا قوت أجي يجفي الأرض انت يرى دارك مصخة وكاتت تديري الميناج عند الناس ودارك ديرها بحلاكة لا أختي داري ما مصخة غير إذا شي حد وصخة ولكن ماشي مشكلة جففت من بعد قلت لي يا أجي نشفي شو غادي ندير ما قدش على المشاكل هزيت الزيف ناشف وبديت كان مسح من بعد قلت لي يا رجلي يلا توصلني خرج معي وبدأ كيدوي ما كنش كان جاوب وكنت كانت جاهله حيث أنا عندي واحد الكاراكتر اللي هو فشكل أنا ضريفة بزاف ونية ديالله ولكن قلبي إذا هرب لي يمشي واحد أراوخ خي يجيبوه لي ويطلوه لي بالعسل ما يبغيش حلالي فش كان سد بمرة فش بدك يدوي معي ما كان جاوبوش وصلت لخدمة وشفتني السيدة اللي كان خدم عندها في الدار قلت لي شنو عندك يا قوس ما بنتيش لي مزيانة قلت ليها عافك ممكن نشربو قهيوانا وياك قلت ليها وخا قلتنا بديتك نعود لها من الأول حتى الأخير كل شيء وقلت ليها دابا أنا حايرة واش نكمل معا الانسان ولا نمشي في حالي قلت لي ديك اللي قورية انتي مازالة صغيرة وتستهلي ما حسن نزوينة وما فيك حتى شعيب وقوية وذكية ودمارة تدوي بلغات لماذا ستبقى يحبس رأسك مع واحد السيدة تتحكم فيك وما عنده شخصية انت خاصك اللي تكون عنده شخصية عشي ما خذي هذا الشيء لك تجربة ولكن نكمل حياتك وصير العاصمة وبدأ حياتك مصيره ما مشي مشكلة يا قوت لانسان كي يطيح ولكن المهم انه يرجع وقف عطتني شلا نصائح ما كيتتباعوش وما كيتشراوش بمالكنية شحنتني بالإيجابية وقواتني وبدأت يبلي القرار اللي غادي ناخد مستقبلا مشيت نكمل شغالي عندها حتى غادي عيط لي يا راجلي في التليفون قل لي يا قوت واش تقدري تقولي السيدة اللي كتخدمي عندها انها تخلصك مازال اليوم وهي لي السيد ما عمره ما دوابع يفضل الموضوع ولا عمره ما جبد لي حتى السنتيم لك حي فلوسي ولكن هذا دليل على ان اخته بقى معه في الدار وهي اللي قاتلي سير قليها تعطيك الفلوس وشوف شونه غادي انا قلت له واخه انا قلت نشوف عيط السيدة اللي انا عندها وقلت لها سمعي الجديد شنو بلك فلانة مكيش مشكلة يا قوت غادي تدري كأنه مفرسك حتى شي حاجة والفلوس غالي تعطيها لي وما تقوليش اسيري اللي عنده ما تقوليش لي لعلاش لا كيفاش حتى شي حاجة بينيراتك بلينتيا حسن منه كبير منه في العقل وباليراكي ماشي طماعة فعلا مشيت للدار عطت لي الفلوس وانا تخرج هو اخته بشي تقداه انا قلت لكم شنو دارو تقديالي جابه كاملها كانت بفلوسي وشراو غير الحاجة اللي ما كناكلها اللي يخليكم طبيعة الحال الرجل قربت نقفل معاه العام حفظني شنو تناكل وشنو اللي ما تناكلش هو شنو غادي يدير مشاشراء العكس انتع اي حاجة كناكلها وهذه الفكرة انتع ختم انا ما فهمش صراحة ان انا ذاك حتاج حاجة من التصرف على شنو تقلب عليها في هذه اللحظة المهم فاشجاو خرجت انا تقديت مباشرة بالليل غادي توقع واحد الحادثة واحدة اخرى حشمت انا نشاركها معكم لانها اكثر شخصية ولكن مهمتو مخدموا معي عقلكم اكدت لي بلي انا ودي سيد ما باغيش يدير معي الولاد وهذه النقطة بدات ايهنة كبيرة لكل امرأة وما كيحس بها غير اللي مجربة انا بفهمتو هالو علش كيدير معي هاد طريقة يعني ما باغيش يدير معي الولاد ولا احتى انو يكمل معي انا اصلا عندي زوج الولاد وعندي بنت وعندي واحد وخمسين سنة خفت انا نولد معك وما نجي في ندير ستين عام ويكون ولدي عنده عشر سنين يعني ما غاديش نكبره كيفما انا بغيت ولا حتى نقدر نتهل فيك كيف اخوته علش كدوي بحلاكة وهو الامر والارزاق بيادي الله وزعم انت انسان ومان وحاج هاد الهدرى مكتدقال شحشوما وزيدنا فلان انت عندك اولادك اما انا لا ونحق اني نكون ام ونحسب راسي مستقرة ولا تفكر شغير في راسك انت ولكن عررت بلي انا واد شي كامل السبب كان فيه هو اخته وقلت له اجنا ضروفه قلت له نحط النقاط ماذا تريدك؟ قال لي ايلا احتى شي حاجة ما بدلتني راني غير فكرت مزيان وصراحة ما نقدر ندير معك الولاد حيث انا كبير في العمر ونفصل الهدرى كانت يعودة بحيلة كان حافظ واحد الليسة وما فهم شنو تيقول اختك قلت لك شي حاجة قال ساكت قلت لي رد بالك انك تدير لي هالوراق لانه ستزيد وتخليك تسمح فيك وانه ستزوج بوحد اخر ليه هو صغير وكذا وكذا مما انت غير شرف ماذا ستزيد بك وماذا ستزيد بك هذا هو احساسي في الول قلت لي شوف افلان انا بقى صغيرة في العمر ولكن انا اراني تفكر حسن منك وحسن منها وعمرني ما كنت بحلاكة وعمرني ما فكرت انني ندير هذا الشيء مع الشيء والد الناس اللي يسترني وتصالى فيها انا ماشي بنت الحرام ولكن باش انك تنوت تحرمني ان انا نكون ام لا هذه ما نقبلهاش اعرفتي شنو سوف نحبسه هنا وكل واحد يمشي في طريقه لو انت تجلينا يقوت الله سمع افلان انا مبقيتش قادرة نعيش هذا الوضع وشفت اصيب اللي انني تنزلت على بزاف ديال الحواج تزوج بتبك بالفتحة وانا ما نضموناش انه تقدر تخليني في اي لحظة كدبت عليها في السن ديال الزواج في الطلاق وما بغتيش تدير معي الولاد هذو كل هم اسباب كانت كافية باش انني ناخد هذا القرار قال لي يا وخا سوف نديرو غير بيبي واحد وتقول لي كتخدمي وكتعونيني في المصارف ديال الحياة النص بالنص وهيلي كيفاش شنو كتقول في الشرع ديال ربي راه انت اللي راعين ومسؤول عليها ماشي انا اللي غدين نصرف عليك واذا انا بغيت نعاونك مني الراسي ما فيها باس اما تفرض عليها لا اسمح ليها انا دي صداع كبير واخديت قرار انني نمشي في حالي هادرت مع وليدي ومع اخوتي وبقوا عليها بصبري بصبري وقلت لي هوم احلاش غدين نصبر على واحد ما بغاش يدير معي حياة واجت راسي بشاناني نرجع بحالي وقدرت مع اختي انها تخلي لي دارها حيث كنت غدين تخرج عطلة انا داك بدم القلكرة لكن في اخر ما طفت ندم مع الحال واندم على الكلام اللي قال لي ووجاكي اعتذر مني وقال لي بللي ان اختي هي اللي عمرت لي راسي وحيتش هي مطلقة مارضاتش انها تشوف نحنا عايشين بخير فاغارت ودابا اللي بغيت هي قوية تنديرها ليك غير بقى معي قلت لي هااااااا اختي أسمعني ترجع عندك 35 سنة وعمر كما تزوجتي ومعندك شو الولدات قال لي مستحيلة شي لك اقولي قلت لي واحدة انا مستحيلة ارجع معك جرحتيني اوهنتيني وما انقدرش نسمح ليك وهنا غادي تسهل القصة ديالي انا وياه نوعا ما غادي نرجع ليها وقلت ليه غيره غادي نخليك نصيحة لم تطمح معك في الولاد لكي تكملوا مجموعين وتموتوا مجموعين جمعت حويجاتي أرجعت العاصمة نقلب على خدمة والحسن حظي أنني لقيت واحد سيد فيتلي خدمت معه بدأت نقلب على السكنة والتي كنت ألقاها بعيدة على الخدمة فأختارتها تهلكت وفوق من هذا الشيء سيهلكني هذا الطليق اللي لا أريد أن يتفكي لي ولا أريد أن أعطني ساع وهاكي لي الفيسبوك وكي يشارك تصوري معه ليس تصورين لأنه خارجي وقد تبنيت حياتي بلاسة وحدة أخرى أخرى وما يمكنني أن نكمل لأنه ينشر تصوري وحتى أن أدري لي أتفاق في الوصف وقد أخذي في الوصف ومتع إلتفاق وما سيتم تقلق يكتب أن يخلق يقولون أنه أرمزوجة لم تتوقع لكم مشكل كبير في حياتكم الناس كتبت عيط لي ولكن اخذ لي انمرتي بدأك يدير تصرفات الوحيد من ماشي بعقله باش نخرج من باب واسع عيط لأمي و قلت لي عدوي لي هو باش انه تقنعوا انه يعطني اتساب فعلا قلت لي و قطعت لي الامل و قد ينضي عيط الاختي الكبيرة و بدأك يعتادر بلي انا و تندم مع الحال و قلت لي اذا بغت نكتب لي هذا الضر اللي عندي في المغرب بسميتها ما عنديش مشكل بغي يدخلني يزعم بالطمع اختي اختصرت لي كل شي و قلت لي رأى العلاقة عندي يقوت ماشي هي المادة ولكن الاستقرار والامان والامومة والحب ماشي الفلوس لانه من ديمة و هي كتدمر على رأسها من 17 سنة حبسنا تماما و شرينا نمره جديدة و عيط لي و اعتذر لي بلي انه ما يبقاشي برزتني و حي دقاع تصور لي كان شر و قل يبلي انه هو بنت الناس صافرة كم تلقى سديت هذا الباب و بديت من جديد من تحت الزيرو و الوحه يجي ما يجيونيش و بقيت وسط العبايات و لكن فشل رجعت للعاصمة كنت مولفى انني اخدم في المرشي بالجين و مجموعة و بحل الراجل مكننش اللي غادي يخدمني بالعبايا و بالحجاب الشرعي مستحيل عيط ما نقلب فاضطريت انني نرجع اي قوت ديال شحال هذي قبل ما نزوج بذك الراجل و وصلت حتى ال 110 كيلو بالاكتئاب و المشاكل قبل انت نطيح الكيلوات و مع الخدمات سيرواجي و شوية ديال الرياضة قبل انت نقص و نقرأ و ندور مع دارنا و جاءت كورونا و جاءت مرحلة من نوع اخر جاءت الزيار اللي كان على العالم كامل في كورونا طلبت من اختي انا نجي لعندها لانه و مكينيش الخدمة و ما عنديش الوراق فما عنديش شوماج و السيد اللي انا كاري عنده اذا ما خلصوش احتمال انه يخرجني الزنق و ما يعقلش عليها اختي قلت لي يا تسمحي لي ما تجيش عندي راني خفتك انك تجيب لي الفيروس للدار بهالطريقة و بكل بساطة و هناك تشفت بلي انه في الغربة ما تيبقى عندك لاختك 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 لعمك لابنة عماتك كيبقى غير راسي يا راسي انا ما عرفش هاد الناس اللي تيجيو للغربة ما تيبغيوش يعاون عائلتهم علاش المهم قلت لي اللا اذا جيتي عندي غديت مرضي ليولادي مش مشكل اللي تيخلق ما تيضيعش وبقيت سكنة انا و مهدده لشي نهار يخرجني لاخر في حالي عاديت لي السيد اللي انا كنت خدمه معه في المارشي و قال لي داب احنا ثلاث شهور و واقفنا يا قوت و واش امور كنتي امزيانة لا فلان اموري ممزياناش وراني مخدماش ومعنديش مدخول اختي ما قبلتش علي فهذه الفترة والسيد يقدر يخرجني في اي وقيتها جال عندي داك السيد بحال عمي تلبه بالدار اعطاني الف اورو اللي هي عشر الف درهم مغربية وجاب لي التقضية اللي يجعلها في الميزان لحد سنة دياله وقال لي اي حاجة احتجيتها وقال لي انا في مقام باك انا كنت عندي واحد البركات تحت مني غير باش ناكل اقسم بالله اذا داك كورونا كيفاش دوزوها الناس اللي عايشين في اوروبا ومعندهم مش لوراق را خير بوردات الوالدين اللي يوقفوا معنا دوك الايام را كنا كنشو غير لبات و لاسو طمات وكندوزو بها داك ايام الحجر الصحي كاملة وكننا كنشربو غير المدية للروبيني اللي مكانش صحي وما كنش غير انا كانوا معايزو جيالبنات واحد اخرين اللي مشاركين في الكرا ذاس داك الفترة الحمد لله عليها حتى كمل ذاك الحجر الصحي ورجعنا كنخدمه السيد اللي كنا ساكنين عنده غادي يقول لنا بلي انكم خاصكم تزيدوني الكرا حيشاش من بعد الازمة كل شغلة وتأزمات الدعوة واحد سيد كنت نخدم عنده مشي طلبت منه انه يلقى لي الكرا لانه كان عنده المعارف قال لي اسمعي يا قوز انا غادي يمشي للدولة ديالي الاصلية نقلس فيها واحد لخمس شهور اجنتي يقلسي في داري غيرت هاللي فيها وخليك مستورة بيدمجمعتي شوية ديال الفلوس وقلبتي على خاطرك ارفضت اناني نسكن في دار وفاور وافق ووقف معايا وسكنت عنده انا وصاحبتي وتشاركنا في الكرا وبعدت بزاف على الخدمة بثلاثة ديال الساعات واضطريت اناني نقلب على خدمة واحدة اخرى قريبة لي وانا ندخل في فترة انتقالية اخرى تبدل ثلاثة حياتي مية وثمانين دراجة على اللي كانت من قبل فاش مشيت من قلب على خدمة مشيت لواحد الجهة اللي فيها المخبزات والمحلات انتع المواد الغذائية واللي كانت تقريبا كلها عرب وكانت بالنسبة ليهم عيب انه البنت تخدمت اما كل ما قلبت تيقولوا لي يا را ما كان نخدموش البنات المهم ما فشلت شو بقيت كان قلب حتى كان لقى واحد مغربية خدمة في واحد القهوة ديال واحدة الجنسية اللي هي عربية سولتها وش كتري تلقي لي خدمة دلت في واحد تشوفها طلعتني وهبطاتني وقالت لي اهه من غضة محل لقيتش همزة انا ما فهمش وبما انه هالضومين غريب علي وما تنعرفوش استغربت وقالت ما شي مشكل المهم تلقى لي خدمة لانه وصلنا انا وصاحبتي اللي حاضيات اقربوا يساليولينا الفلوس فرحت وصلتتني عند واحد سيد وقالي يقولي ليه انا من طرف فلانا وقالت لقيته ما كيهضرش بالفرنسي وجايب واحد سيد اللي يترجم مبيناتنا فاش هو اسمع باللي انا من طرفها دار فييان نفس شوفها ديالها سكانير من الراس للساس ما فهمش انا داك ولكن مع الوقت فهمت عشان واقع قال لي اسمعي ايا قوتس انا ما تهمنيش انا كتكوني كتعارفية تخدمي في القهوة حيليش غديتتعلمي ولكن خاصنا نتفاهم على شين وقات قال لي الخلاص غديمدوه لك بهذا القادر ولكن مع الوقت غدينزيدوه لك وممنوع انك يتخذي نمرة واحد وممنوع انك تعطي نمرة كل شي واحد وممنوع انه شي حد يوصلك او لا يجيبك من الزبناء ديالنا واذا قلقك شي حد قولي هاليان انتفاهم معاه ماذا يقولي يا ضادرة كاملة مهم تسوقتش فرحت وعجبني الحال وقلت بغير يحميني وصافي بغيتي غدا تبدي غدا بدأ بدا بسم الله بديت وكملنا الخدمة بالليل والباترون ديالي قال لي غادي نوصلك لا ما تحتاجش انا كنسكن غير هنا لا انا غادي نوصلك باش ميتبعوكش الكليان اكد لي وقلت لي واخا ما فيها بس مشيت معاه بدأت يقول لي ويوفقش مشينا وياك نتساره كيفاش نخرجوا هنا وياك وعليش غادي نخرجوا هنا وياك ندريو شي دورا مجموعين لاسمح لي يا اخويا انا جاي هنا باش نخدم ماشي شي حاجة واحد اخرى لا راحنا اصدقها خدمين مع بعض اياتنا زعمة الباترون اللي كان دوليكم عليه انا هو واحد الراجل اللي كبير وقريب لخمسة وسبعين سنة وهنا انا غادي نفهم باللي انا وعلاش قال لي يا ديك ما تعطيش نمرتك لشي حد وعلاش ما يوصلني حتى شي حد حياتش هو كان بغيني يخليني ليه فاش بغايت تقرب مني باعته عليا وانا فهمت علاش دوكشوفات النهر اللول وعلاش قلت له باللي انا وانا منطرف فلانا وزيد 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 فهمت باللي هاد خيتي مغربية من النوع اللي كتبيع وكتشرف بنات بلادها وهي على علم باللي انا وذك خينا اللي كتصفنا ليه رامو تحريش انا فكرت باش انا هو نقلب على خدمة واحدة اخرى وانا مازال مستمر في نفس الخدمة غير باش ما نبقاش تغودي غام تل واحد النهار في الجمعة جاوعد سيد من دولة عربية اللي المظهر ديالو الخارجي فتل احلام ديالي طول وعرض ما شاء الله ندخل جاي شرب قهيوه تكي يسولني منين انا او شوية غادي طلب منين مرتين شخصية لا ما نقدرش من مراعا عود تحرش بيال الباترون ديالي تلفت مع عارش ما ندير لانا وضرت بيال دنيا ومعنديش خدمة كبديل باش نقدر نخرج من هذه قلت عادي شنوها قوط قدي تزيد سوري واحد شوية هنا جدك سيد الاخر فتاة احلامي سولني مالك ما مرتحاش قلت لي ما عاجبني شهاد الخدمة قالي اي انا قولي لك علاش كيفاش بالزاف سبقوك لنفس البلاطة وما كيكملش اسبوع لانا والباترون ديالهم متحرش اه دبانا فهمت شو المعمول وانا محتاجة خدمة وعندي مصاريف وعندي كره ذاك شي باش قلت لك عطاني نمرتك نهار اللول باش ندوي معاك في هذا الموضوع باش انا ننقف معاك اذا بغيتي بالصح تعاوني سر القالية الخدمة هي اللولة واجي غدي تلقاني هنا وانا ما عنديش اصلا فين غدي نمشي مش ساعتين ورجع راني رقيت لك خدمة فين؟ الفوق كان واحد المخبازة اه ولكن مشيت لها وقال يامو لها احنا ما كيخدموش لبنات لا انا كنت قلت لك واحد الغارض ودابا فاش طلبتو عليك ما غديش يرفضك مشيت عندي الباترون كل سعادة لحت عليه استوارت في وجهه وسبيتو باللي انا كقليل اداب وقليل التربية وعطيتو على شكي يقلب وازدتو خليته خدمت مدة من الزمن جا عندي هذا السيد اللي قال يخدمه في المخبزة نسميه احنا سامي لانه غدي يكون نوعا ما شخصية اساسية في القصة دينا اخدينا سامي لانه اسمية عالمية حيث هو مش مغربي جا عندي وطلب مني باش انه يدوي معايا في واحد الموضوع اللي هو جيد فدرت معاه تلقينا واحد النهار بدينك نظر على حياتنا اعرفني على راسوب اللي انه كان مزوج بقورية وهي اللي دائرة له الوراق وقال لي انا ما قادرش نتفرق عليها دابا حيث يلي كتجيري لي الشركة ديالي واذا تفرقت معاه غادي تمشي لي عشرين عام ديال الخدمة لانه تقدر تدليها كل شي فبقيت يشرح لي بلي انه تقلب على شي بنت الناس تكون مسلمة والتي تزوج بها ويدير معاها حياته والاسرة دياله لانه الام دياله ببساطة مريضة بالسرطان في البلاد الفلانية وقال لي بلي انه قبل ما يتدموا الامانة امانته بغيتها انها تشوف عائلتي وانا ذاك كانت عنده ربعة واربعين سنة وانا كانت عندي تسعي دوشين سنة شنو غادي وقع ما بين يقوت وما بين سامي في هاد المرحلة كنضم باللي انه تقدر تغضاتكم الحلقة الاخيرة ذاك الشي باش غادي نحبسوا الحلقة هنا لانه غادي ندخلوا في مرحلة واحدة اخرى غادي نخلى لكم الغضاء ان شاء الله شنو كتتوقعوا شنو كتفكروا ما تعقزوش وخليوا لي يتعاليق لتحت حيزاج كنبغين عرف الابداعات اللي عندكم في دماغكم دماغتم في رعاية الله وحفظي ما تنسوش انكم تقطعوا لا زر الاعجاب لما تكلفكم تشي مجهود وسلام سلام